احنا كنا تكلمنا عن قضية عن تيل الصعيد من فترة الحقيقة وكلمنا برضو موضوع انتحال صفة طبيب وطلع احنا تكلمنا عنها مرتين مرة في الاولانية ما نشر على انه طبيب في احدى قرى الصعيد فتح اكتر من عيادة وكان بيصور نفسه مع المريضات وفي يعني يعني اقول لي يعني انتهك انتهك عرض البعض واغتصب البعض وكان في عدد الحي وبعدين تلات تلات متهمين عرفوا الحكاية دي في منطقة بني مزار واحد عنده 45 سنة واحد يعني و30 وحاجة يعني كانوا ثلاثة فاخدوا الفيديوهات بطريقة ما وبدأوا يبتزوا بها الدكتور والزباين والمريضات او العميلات او السقطاء او اي مكان الضحايا ما عرفش يعني لسه انها بها تقول بقى بس كان فيه طابور للأسف فالوقتي تم اتضح بانه هو فاتح عيادات برضو ومش دكتور اللي هو عن طيل الصعيد ده بني مزار ده تم القبض عليه وتم القبض على العصابة اللي كانت بتبتزوا وتبتز النساء طبعا وجهت لهم منشر الفاحشة والفعل الفاضح والموضوع ابتزاز جنسي امام محكمة الجنيات تبتزاز جنسي